ومن ذلك حرف الطاء المهملة في الطاء خمسة أسرار مخبأة منها حقيقة عين الملك في الملك والحق في الخلق والأسرار ثابتة وفي نسخة نائبة والنور في النار والإنسان في الملك فهذه خمسة مهما كلفت بها علمت أن وجود الفلك في الفلك اعلم أيدنا الله به أن الطاء من عالم الملك والجبروت مخرجه من طرف اللسان وأصول الثنايا عدده تسعة يعني هو التاسع في مرتبة الأحد وذلك في الجزم الصغير وكذلك في الجزم الكبير بسائطه الألف والهمزة واللام والمين والزاي والفاء والهاء فلكه الثاني سنيه مذكورة وهي أحد عشر ألف سنة يتميز في الخاصة وخاصة الخاصة وله غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه في الجماد طبعه البرودة والرطوبة عنصره الماء يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركاته مستقيمة عند أهل الأنوار ومعوجة أو أفقية عند أهل الأسرار وعند أهل التحقيق وعندنا معا ممتزجا له الأعراف خالص كامل مثنى مؤنس له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كما تقدم يعني كل اسم يبدأ بحرف من حروفه أو من حروف بسائطه إذن كانت هذه قراءة في كتاب الفتحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيدي الشيخ الأكبر محيددين بن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا نقرأ الجزء الثالث من الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم وفي هذا الجزء تحدث الشيخ محيددين عن خواص الحروف حرفا حرفا وذكر ما لها من الأسماء الحسنى وذكر بعض صفاتها ويقول في آخر الباب إنه سيبين الألفاظ المستخدمة في هذا الجزء سيبينها في الجزء الذي بعد هذا وهو الجزء الرابع الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا